سنتكلم بإذن الله تعالى عن صفة علمرة نتحدث اليوم حقًا سابقة عمرة الأهم شيء في العمرة، أوّل شيء يجب أن يتحقق في عمرتنا، ما هو؟ الأ importantly, we have to raise themet thinking and thinking, is one thing what is the most important thing we have to put in place what was ? The Sheikh is asking you, what is it ? ..الباص الحافلة هل أتيتم أنتم هنا إلى هذه البلاد لأداء هذه الشعيرة هذا المنسك من أجل الطعام أو الشراب أو اللباس أو السوق لماذا أتيتم إلى هنا؟ لماذا أتيتم هنا؟ لماذا أتيتم هنا؟ لماذا يأتي إلى هذه الأماكن للتسوق عندكم أسواق أحسنة التي لدينا نعم السيارات الدنيا لا تبحث عنها في هذه الأماكن تأتي إلى هنا تنسى الدنيا تتذكر الآخرة تخلص النية أنك تعتمر لله هذا أهم ما يكون لا تضيع الأوقات بالذهاب للشوق لا تضيع الأوقات بالذهاب للأماكن التي يأخذكم بعض الناس إليها يقول عندنا مكان للنجهة عندنا مكان لكذا لكذا لا تضيع الأوقات بالذهاب للشوق حتى الفندق لا تجلس فيه طيلة الوقت تقضي هذا الوقت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة أي صلاة تصليها أي صلاة تصليها في المسجد الحرام بمئة ألف أي صلاة تصليها في المسجد الحرام بمئة ألف أين تجد هذا؟ لماذا لا نقتنم هذه الفرصة؟ نخلص لله هذا أهم ما يكون فحتى تقبل العبادات لابد أن نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى والله أعلم